موسيقى موسيقى الحياة هتكلم يعني في السفتي ليس بسفتي فقط رئيس جامعة نعم بسفتي مواطم المواطين الداهلين اللي لمسك فيه يعني قدية ثقة المجتمع للمصري وشعب الدائلية وشعب المحافظات المجاورة في مستشفى جامعة المنصورة الحياة المجود والجهد الذي يبزل لتقديم خدمة طبية بإمكانيات ربما في أوقات معينة بتكون محدودة المفترض أحمد ربي الله شكر المستشفى الجامعية التي تتميز بها جامعة المنصورة 13 مستشفى متميزين فيه نقاط مضيئة ونقاط الحياة تستحق تقدير على مدار تاريخ الحياة مركز الأورام من المراكز التي تعتبر من أفضل وأهم المراكز على مستوى جهورة مصرحة وأعتقد قررته منذ بضع فترة رجيزة أن هذا المركز مشروط ده هو بالكفاءة وأنه أفضل مركز بتحقيق المبادرة الرئاسية والعديد من المبادرات الرئاسية بشهادة المجلس الأعلى المستشفى الجامعية يعني النهاردة أحد الأيام الجميلة من أيام مستشفيات المنصورة الجامعية مركز الأورام بؤرة ضوئية مضيئة في وسط المستشفيات الجامعية ولما بنيجي نحتفل على افتتاع حاجة جديدة فيه زي المكان المبهر اللي هنشوفه بعد دقائق الواحد بيحس أن مصر جميلة وأن مصر بتضير وأن مصر كل يوم عن يوم بتدعى أحنا واحد دعم الدكتور شريف للقطاع الطبي وهي المسبوق يعني إحنا يمكن أنا معا الدكتور محمد حجازي اللي نقول 2018 ومع السنة العميل الدكتور أشف شومر بقالنا فترة لم نجد هذا الدعم من إدارة الجامعة زي الدعم اللي بيعناده للقطاع الطبي في هذه الأسنان جدايا أنا مرحب بيكو جميعا النهاردة يوم إحنا بنحتفل بإنجازات سابقة مش بس حاجات على مدار سنين أجيال بتسلم أجيال والنهاردة بنحتفل مع بعض كلنا بافتتاح الدور السادس ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر